الجماعة فيه مرض اسمه الاكتناز القهري اضطراب الظهر السعوديين ثلاث ارباعهم عندهم المرض هذا اللي هو تجميع القراشيع في البيوت يا برى الحوش يا فى السطح اشياء ما لها سنة جرم سيكل صحون عقب جدتهم طاولة لها ثلاث رجلين وواحدة من فيهم اذا يحترونها تنبت مدريش سالفة كفرات جنوت ايه كفرات شو تسفيد منها يعني قالك البنشري باشتريها بربعين قلتها لا انا ما حب ليش تغفرني يعني مشارك فيها هاي فورميلا وانا انت مشتد ذكريات مع كفراتك حاط هي بطارية بلاط لا يكمل حمام ولا يكمل مدخل مادريش مجامعة صحن ديش نص مضلة منفاخ مالا خشة اشياء ما الام امه سنع وفي بعض الاشياء يا اخي تقدر تعطيها الضعوف واستفيدوا منها غيرك يعني في اشياء زايدة عندك تكمل الناس تانين عاطوا ميئة يا اخي نفس الشي ثياب يقول لها بخليها للبر انت ثيابك خمسة تخلي ستة للبر ولم يتكم كلها سبلت وفيه مكيف شباك ورا الحوش يش سوي ذا تكوى انا صراحة يوم دريت انه مرض خفت راجعت اموري انا والله القراشي باب دولاب مراية لوحة يقول ذا شاريها ابوك جعلة في الجنة شاريها من اللوفر شاريها من بنقاسم ذبعي يا شيخ يعني كلمة يمكن نستفيد منها هي القاعدة الاساسية للاكتراز القاهري اكثر شي قهرني الريموتات اللي مالها التلفزيون انا ما قلت شوف دي اللي عند خاطق ماشا ولا الكيس السمنت اللي طاق المطر ويابس عقوا بيوم صلحون سقف الملحق فسحاحير عقات البيب سيدي هذي كمهمة ذيك هذي كحاضن تنا الاكتناز حاضن